بعد تدخله العسكري في دول المنطقة بإشراف مباشر من قبل فيلق القدس وقائده قاسم سليماني وسط الضغوطات الدولية والفشل الذي جناه من تلك التدخلات والدمار والمجازر التي ارتكبها بدأ النظام الإيراني بالتخطيط واستحداث طريق آخر لبقاء أطول في تلك الدول بالتغلغ للثقافي في أوساط تلك الدول العربية وكذلك الأفريقية عبر إنشاء وبناء عدة جامعات إيرانية بهدف في نشر أهداف الثورة الإيرانية وزير الأوقاف في حكومة بشار الأسد محمد عبدالستار السيد أعلن عن إنشاء كلية المذاهب في دمشق بالتعاون مع المجمع العالمي الذي أسسه المرشد الأعلى للثورة الخمينية عام 1990 في إيران بهدف نشر فكر ولاية الفقه الأمر الذي اعتبره مراقبون ومحللون مساعا إيرانية لتغيير الهوية المذهبية للسوريين ونشر ثقافة العقل الإرهابي يأتي هذا بعد فترة من سماح الأسد بافتتاح فرع لجامعة أزار الإيرانية في عدة محافظات سورية بل وتدخل السفير الإيراني في دمشق محمد رضا شيباني في السياسة التعليمية والتربوية في سوريا ليطالب بتعليم اللغة الفارسية في المدارس والجامعات السورية مدعيا أنه يشجع على التعاون العلمي والثقافي بين الشعبين متجاوزا صلاحياته كسفير وفي جانب آخر أعلن مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية رئيس هيئة مؤسسي جامعة أزار الإسلامية علي أكبر ولاية عن لقائه برئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي قائلا إن الأخير أعلن عن رغبته بافتتاح فروع لجامعة أزار الإسلامية في جميع المدن العراقية ووفق مذكرة التفاهم التي أبرمت مع عمار الحكيم مسبقا سنؤسس فروعا لجامعة أزار في كربلا والنجف وبغداد والبصرة وأربيل وأضاف ولايتي بأنه طرح خلال لقائه بحسن نصر الله الاستعداد لتحويل فرع هذه الجامعة في لبنان إلى فرع شامل وأعلن نصر الله استعداده لأخذ موافقة وزارة التعليم اللبنانية لاستكمال المشروع فيما امتد العبث الإيراني عبر ضراعها الحوثي في اليمن إلى المناهج الجامعية التي تحاول صبغها بألوان طائفية على غرار ما تفعله في سوريا والعراق في الوقت الذي حذر فيه مراقبون وأكاديميون يمنيون من خطورة إجراء مثل تلك التعديلات على المناهج ومسخ المقررات الجامعية وفق جندات ممسوخة لا تخدمه سوى نظام ولاية الفقه هذه الخطوة إحدى مخططات النظام الإيراني لسيطرة الثقافية على تلك الشعوب في عدد من الدول بتصدير الثورة الخمينية وإيدولوجية نظام ولاية الفقه ضمن سياسة توسعية جديدة هدفها السيطرة على الثقافة والتي تأتي في ظل استمرار تدخلها عبر ميليشياتها في سوريا والعراق واليمن عسكريا واليوم تقاطي